مرحبا دكتور نوار بدي اولا اشكرك جدا على كل شي تقدمه حقا عملت فرق كبير في كتير اشخاص شكرا لك جدا انا سوفيان اسمي سوفيان من المغرب عمري 17 سنة عندي سؤال هنا عرفت ان في الحقيقة لا يوجد اشخاص وكل شي هو ذاتك حتى الفاعل هو فقد معتقد يعني هناك فاعل واحد حقيقي في كل الناس وفعله كله الحب وخير لكن صار عندي متل مشكل الحين مرت وقت وعيش هاي السعادة وحس حقا هاي الشعور لكن حين افعل فعل مش جيد او سلبي اضع اللوم بطريقة لا واعي على ان انا اصلا استفاعل وبسبب هذا السعادة اقوم بكثير من الاشياء التي لا احبها بشكل مثله السيري لان اضاع اللوم على الفاعل حقيقي اعلم ان هذا كمان سيناريو لكن اريد حل لهذا هذا هو السؤال اتمنى ان تكون فاهمت وشكرا لك جدا سلام يا سفيان الحقيقي في الانسان او طبقات عديد وما فينا نجي ناخذ الحقائق بهذا الشكل المطلق ونحن في عالم ثانوي اي عالم النسبي فبمجرد انك انت اخذت الحقائق بشكل المطلق واعتقدت هذا الاعتقاد انه لست انا الفاعل بل هو هذا الكلام صح اما بالواقع العملي عم بيصير في تناقض لانه هناك شخص اخر عم يطلب اعمال خارجية ويرتكب ما يسمى اغلاط او انحراف عن الصراط المستقيم او ما شابه اصلا ليش ضرورة السير على صراط المستقيم وعدم اذية الاخرين وطرق التعبد والانضباط والدين المعاملة ليه هذه الامور موجودة من شان ترجعك للوعي الاحدي اللي فيك من شان تحافظ على طاقتك اما نجي ناخذ المعتقدات والحقائق الروحي وقوانين الجذب الالهي ونجي نعمل منها مقالات وكتب من شان جذب المال تصور هيك صار قانون الجذب من شان جذب الحبيب واجذب الشهرة من شان القضاء على العدو هي استخدام الالهيات بطريق الابلسي او الشيطاني شو هو الشيطان؟ هو ملاك اعتقد بنفسه الميزة عن الاخرين ونسي اصله بسبب كثرة انحرافاته في عالم المادة والطين يعني نحن الملاك نحن ملاك يعني ما النا الا الملك لله وحده هيك بالاساس ما الذي اصابنا نسينا الان اجتنا هاي الافكار اذا اعتقدنا اعتقاد انه هو الفاعل عبرنا بدون تطبيق عملي لقوانينه يبطل في عنا فرق بين قوة العقل الشامل والضد شو الفرق بين العقل والضد؟ العقل يطيع الله الواحد بكل شيء وهو الفاعل عبره دوما معه طيب والضد ايضا يطيع الله بكل شيء ويعمل طقوس ونذور ويصلي ويجاهد في سبيل الاله العقائدي اللي هم اعتقدوا طيب شو الفرق بين العقل والضد؟ العقل هو الزائد واحد بدعة اولى صار الو مثال مسقط بالعالم الارضي اسمه ناقص واحد انت العقل ينور زائد واحد وعيك احدي صحيح الان صرت انت بعالم ضد جسمك ناقص واحد اسمه بمجرد ما تعمل اعمال خارجي انت عبتدعي العلاقة مع الاله بدون ما تطبق قوانين العقل قوانين العقل او ما تسمى الطباعة الحميدة بالانسان هذه القوانين ونظم الكون الدقيقة خلقت من قبل الذات الالهي الذات الواحد انت مؤمن بالله اذا اطاعت القوانين انت عبرت عن انك انت ابن بار حقيقي للاب البار اللي هو الزائد واحد اللي هو العقل عدم اطاعت القوانين مع ايمانك بالله انت عم بتعبر انك انت مع حلف او مذهب الناقص واحد او ما يسمى الضد او الابليس شو يعني الابليس يعني كائن موجود بلا نور يعني نحن لما نكون اجسام بلا نور شو معنات العقل كائن بنور يعني ارواح بنور طب ما نحن الان روح مع جسم روح مع جسم معناها انت صرت بعالم ثانوي مؤمن جيد تكتوصل لليقين وتحفظ على طاقتك وانت بالعالم الثانوي احترامك للقوانين نتيجة اتخاذك لمركب جسدي او مركب ضدي بعالم المادي احترامك للقوانين معناها انت عب تحترم المبدع الاول المخلوق الاكبر منك وبالتالي بتحفظ على طاقتك وبتظلك معه اي مع الالهي فهون بده الانسان يدير باله لانه روح ازلية ابدي انت ما بتعرف سرك الالهي وكم مجاهد في سبيل هذا الوعي بالازمن الغابرة بسموه حيوات ماضي ما بتعرف انت منين جاي كم الفضيلة اللي بداخلك فعمشان هيك ممكن يكون عندك بالبنك الالهي رصيد كارمي قوي كتير الان يسامحونك 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 على اعمال ملتوي اما عم بيسامحوك على حساب رصيدك الكارمي عم بتروح منك نقاط رح توصل طاقة عندك للزيرو وبالتالي رح تعاني معاناة شديدة لترجع تحصل الرصيد من جديد وهذا ممكن يحتاج الاف سنين فهي قوانين العالم الزماني المكاني اذا ان تحب الاله وتعتقد يقينا به اي ان تكون شايف ايضا بهذا العالم الوهمي العالم النسبي اشاحة الوجه عن الحكم والحكماء وما خطت الرسل والانبياء من قوانين وضعي معروفي بدون تطرف لان القوانين تختلف حسب الزمان والمكان اما فيه نظام معين معروف للجميع منذ بدأت البشري هذا الانحراف عن الصراط المستقيم عليه كارمة بخسرك طاقة وبالتالي راح تصير تقسى النفس تقسو بطباعك تقسو تصير تصيح انقذوني ايها الاخوة الاحبة القدامة يا من انتم تشربون الصبوح وانا اشرب من كأس قد مزجت بدمي فاذا هو الفاعل عبرنا صحيح اما صرنا الان بارادي حرة ايضا لنا ارادي ان نفعل اتجاه الرغبات الخارجية ومنصير ثنويين وهون خسارة الطاقة او ان نبقي افعالنا منسجين مع قوانين العقل وارادته وهم منظلنا احاديين بذاتنا ونرتقي ونرتقي اتمنى ان يكون وصل الجواب ان شاء الله يكون في شفاء بالعمق مع العلم دك تعتبر ان الانسان مو بس روح اي وعي احدي ما نحن هو صحيح نحن هو بالمستوى السابع من الوعي الروح ولكن جرى جسمنا القدري في طبقة قدرية اللي خبرتك عنها رصيد الكارمي وفي عنا طبقة من الجسد الكوني وفي عنا طبقة المعتقدات وعنا روابط وعلاقات وعواطف وعنا الجسم الاثيري واخيرا الجسم المادي فبالتالي انت هذا الانسان مو بحالم بسيط او لطيف لكي تكون بالصيلة مع المصدر وما يكون في ارتكاب لما يسمى خطايا او ذنوب او آثام اللي بتخلي طاقتك تزول نحن في عالم يعتبر سجن للنفس وبالتالي بدك تثبت مع الزمن صدق انك فعلا اعتقادك حقيقي لان هذا الاتقاد بالفكر اعتقادك حقيقي بك تطبق بالواقع انت موجود بهذا العالم الزماني المكاني بجسم مادي تضحي وكفارة تخدم الاله في الآخرين تخدم نفسك بالوعي من خلال هاي الطرق المستقيم التزامك بهذا الضمير الحي عم بيدل على انك انت فعلا موحد حقيقي عدم التزامك بالباطن شي والعمل شي هاي بسموها الشيطاني الشيطان مش خارج ذاتنا داخلنا مفروض يكون في توحيد بالثالوث المقدس فكر قول عمل هذا التوحيد هو المنقذ سلام توفيق يا رب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر